حكومة عبد المهدي وميليشياتها على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة ومحاربة الفساد لتقتل العشرات وتصيب الآلاف بجروح خطيرة فضلا عن آلاف المحتقلين الحكومة في بغداد تذرعت بوجود مندسين يسعون لإخراج الأمور عن السيطرة لتبرر استخدامها للعنف المفرط ضد المتظاهرين ولتغطية العنف المتصاعد قطعت الاتصالات وفرضت حظرا للتجوال للحلولة دون تواصل المتظاهرين ومنع خروجهم إلى الشوارع والميادين حالة التأهب القصوى التي أعلنت الحكومة لم تجد نفعا مع اتساع موجة الاحتجاجات لتشمل مناطق جديدة رافقها اقتحام وإحراق مقرات أحزاب وقوان سياسية خطاب عبد المهدي المسجل لم يجد الصدى عند المتظاهرين الذين أكدوا أن الوعود الحكومية لم تعد تعنيهم لا سيما وأنها جاءت بالتزامن مع عمليات اعتقال واسعة في بغداد طالت آلاف المتظاهرين بالإضافة إلى قطع الطرق الرئيسة في العاصمة وتعطيل الدوام الرسمي الحكومة في بغداد أصدرت بيانا شكرت فيه قوات الأمن على ما سمت تعاملها الإيجابي مع الأحداث الجارية على الرغم من عمليات القتل ضد المتظاهرين التظاهرات لم تتبناها أي جهة سياسية أو دينية ولم تستطع حتى الساعة ركوب موجتها كما جرى في مرات سابقة منظمة العفو الدولية قالت إن على الحكومة توقف حالا عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وقد دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إلى إجراء تحقيق بشأن سقط ضحايا خلال الاحتجاجات في العراق صحيفة إيل بريطانية قالت إن الحكومة في العراق تسعى لإخماد الانتفاضة الشعبية الحاشدة عن طريق فرض حظر التجول والتعتيم على الانترنت وأكدت أن الاحتجاجات التي قوبلت برد شرس من السلطات هزت بغداد وامتدت إلى المناطق الجنوبية في البلاد مصادر مطلعة كشفت عن تشكيل غرفة عمليات إيرانية في بغداد لبحث سبل قمع التظاهرات الشعبية عبر اغتيال الناشطين كما حدث في اغتيال الناشط حسين عادل وزوجته الذين اغتيلا في البصرة وكذلك عن طريق شيطانة هذا الحراك الشبابي وربطه بالأجندات الخارجية